بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي تلاميذ وكذلك أعزائي أولياء تلاميذ لأني أعلم بأن أغلبيتكم رايحون يكونوا أولياء تلاميذ اللي رهم يتبعوا فيها باش يعودوا يشرحوا الدرس لأولادهم بطريقة مبسطة فاليوم إن شاء الله هو أول درس في اللغة الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي سنة ثالثة ابتدائي دونك رايحين نستعملوا كعامل أساسي لهذا المدول وهو كتاب المدرسي My Book of English يعني كتابي للغة الإنجليزية هاد الكتاب إن شاء الله سوف نتكلم عن الأمور رايحين نعلم أبنائنا وتلاميذنا أمور جد سهلة في اللغة الإنجليزية يعني باش تكون عندهم باز فلالونغ أنجليز اوكي يعني درسي الأول في الإنجليزية أوكي أو حصتي الأولى في الإنجليزية دونك عندنا بزاف سعى المواضيع كل وحدة رايحين نعطيها وقتها الكافي فمثلا عندنا يعني أنا عائلتي وأصدقائي في صفحة 8 عندنا يعني مدرستي عندنا كذلك ماي هوم اللي هي منزلي أو بيتي دونك عندنا ماي بلاي تايم يعني وقت لعبي عندنا ماي بيتس اللي هي حيواناتي الأليفة مثل القط الكلب عندنا بعض الحيوانات الأرنب إلى غير ذلك عندنا ماي فانسي بيرث داي يعني عيد ميلادي الرائع أو الجميل فيما يخص الصفحة اللي بعدها يعني تعلم الإنجليزية معي يعني معي يعني حصتي الأولى في الإنجليزية فعندنا بعض الأفعال رايحين بعض الأولياء يتسألوا ولا حتى بعض التلاميذ يتسألوا علاش ما بدونناش بالالفابي اللي هي أهم حاجة في اللغة الإنجليزية علاش ما بدونناش بالالفابي وبدوننا بالأفعال هاد الأفعال لازم تعرفوا بلي هاد الأفعال التلميذ رايح يحتاجهم في القسم لهذا حبة وزارة التربية والتعليم تبدأ بالأفعال عادة تعطيهم الحروف لأنه التلميذ لازم داخل القسم يستعمل ويحفظ هاد الأفعال باش كيروح للقسم ويتكل يقدر أموة يدير إنفخاز يدير جملة باللغة الإنجليزية يعني ها بدين لهم بالأفعال فعندنا تشو ولا تبونت يعني تظهر تبين تبين شيء معين عندنا لسن 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 مشي لسن وإنما لسن هي تسمع هي تنظر ريد أستاذ مثلا يقول لك ريد يعني اقرأ درو درو يعني أرسم كالر يعني لون رايت يعني أكتب ريبيت أو ساي ريبيت هي أعد الكلام أما الساي فهي قل تيك يعني ديروا هدك لتيك أكتب تشوفوا هاد العالم ديروا هاد العالم أو كروس يعني ضع علامة إكس على المعلومة الخاطئة مثلا سوركول 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 يعني دير دائرة على كلمة معينة كما لكتب تشوفوا هنا وعندنا ماتش ماتش يعني إربط فهذا الدرس بالنسبة لي الأولياء نقول لكم باللي لازم تعودوه للتلاميذ ولأبنائكم عدة مرات أما بالنسبة للتلاميذ لهم يتفرجوني فلازم كذلك أنكم تعيدوا الفيديو مرتين تلت مرات أربع مرات حتى تحفظوا كل كلمة وتخلوها في الذهن إنتاكم أوكي هذا كان درس اليوم نتمنى يكون فاتكم نتمنى يكون عجبكم إذا عندكم أي سؤال خلوه لي في التعليقات والسلام عليكم